من أنا؟ هل أنا مؤمن؟ هل أنا ملحد؟ هل أنا لا أجري؟ لا ديني؟ هل أنا علماني؟ قومي؟ بعثي؟ لبرالي؟ أو أي شيء من هذا القبيل؟ ثم من أنتم؟ بماذا تؤمنون؟ هل أنتم تؤمنون حقاً بما تقولونه؟ هل نحن جميعاً مؤمنون أم نحن جميعاً بين هذه وتلك؟ حول هذه الأسئلة سأحاول أوضح كثير من الأمور أصدقاء العزاء التي تبدو غير واضحة لكثيرين فكونوا معي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواجه هذه المشكلة دائماً من قبل الآخرين وهي أننا يجب أن ننضوي تحت لافتة الإلحاد أو الإيمان ولا طريقة ثالثة هذا النمط من التصنيف هو أعتقد سبب رئيسي لكل مشاكلنا فنحن لا نكاد نفهم أن هناك طرق عديدة في الحياة وأساليب متعددة والطرق في النظر والعمل والتفحم والإفحام والتذوق حتى بنمط الأكل حتى الأشياء الملابس التي نرتديها الأشياء التي نهواها أو لا نهواها الأشياء التي نقرف منها هناك أناس أجدهم رغبة في الفنون هناك أناس أجدهم رغبة في الرياضة في الغناء في الموسيقى إنسان عنده رغبة بالعمل مثلاً أو بالنجارة بالقضايا الحرفية وهكذا هناك على المستوى الفكري من لديه رغبة بالفكر بالفلسفة هناك من لديه رغبة بالعلوم الفيزياء أو بالعلم بالفيزياء هناك من لديه رغبة بالنباتات بالأزهار بالحدائق رغبة بالاكتشاف الأشياء الصغيرة وهكذا وعليها أقول أنا لست ملحدة ولا مؤمنا ولا علمانيا ولا شيوعيا ولا ماركسيا ولا قوميا ولا أي شيء هذه هي الحقيقة فتصنيفي من قبل آخرين هذا أمر أنا أستغربه وبالعكس أنا أشفق على إنسان يحاول تصنيفي بهذه الطريقة أو تلك مسألة أيضاً تكشف حقيقة مؤلمة في واقعنا بأكمله وهي أننا كائنات مستقطبة بشدة ماذا أعني بكلمة استقطاب؟ هذا الاستقطاب هو يجعل كل شيء داخل نظام الحياة الذي نعيش فيه أو الفضاء الذي نعيش فيه جميعاً في قطبين لا يرتقيان هذا سالب وذلك مجب ويجب أن ينضوي أحدنا إلى أحد القطبين وإلا فأنه انحرف عن الطريق أو أصبح شخصاً لا أو رفع الطوق عنه أو أبيح دمه بشكل من الأشكال هذا النمط من التفكير العلاقة بالتفكير البدائي القديم العلاقة بالتكوين الجماعات بالروح العشائرية هذا النمط لم يعد يليق بأي إنسان أن يتبعه أو يتخذه نهجاً يفكر فيه ويعمل على أساسه ومع الأسف أنا أعتقد 95% من الناس الذين نلتقيهم ونعيش معهم على الأقل في عالمنا العربي الإسلامي يفكرون ففقاً لهذا المنهج وهم نسبة كبيرة منهم أنا أعذرهم لأنه هو هذا المضام الحياة الذي تسير عليه الأشياء والمصالح وكل ما يتعلق بالنمط والألاقات بين الأفراد وتبادل المنافع والأفكار بينهم وأيضاً طبعاً البضاعة والحاجات والاهتمامات والسلطات والتصلة وما إلى ذلك كل شيء يعتمد على هذا التصنيف وكل شيء يجب أن يتسق مع هذا التصنيف وإلا فأنت ستعتبر شاذاً مختلفاً يجب أن تتق الناس شرك أو تتق الناس طريقك وتحيدك عن طريقهم بالتالي الاتقاء هو ليس الاتقاء الله إنما اتقاء كل شخص في الوقت نفسه اتقاء كل شخص يحاول أن يقدم مساهمته للمجتمع ويقول أنا لديه شيء خاص يا أخوان أنا لديه وجهة نظر جديدة مختلفة أحاول أن اكتشاب الشيء خطأ في تفكيرنا اكتشاب الشيء لا يصلح للعمل ولديه نية صافية نأتي ونقول له أهلا وسهلاً تعال نتحدث نسمع نستمع عليك لا توجد لدينا مقدسات لا توجد لدينا احتياطات ولا نحترز منك ولا نصنفك شخصاً طارعاً أو خارجاً على الملة خارجاً على الجماعة أو خارجاً على هذا القطب أو هذا النمط الاستقطابي فبالتالي هو هذا صحيح هذا المعرض هذا الكلام أو مناسبة هذا الكلام كله هو تعليقات وصلتني خاصة اليومين الأخيرين من عدد كبير من الناس الواحد بينهم مثلاً يقول لي أنت أنا كنت ملحداً وأقدم لك النصيحة وهذه النصيحة كما يزعم بأنها نصيحة خالصة لوجه الله أو لوجه ماذا لا أعرف لكنها واضح أنها نصيحة لوجه الله ويقول أنه لا يقصد إلا بها خيراً وأنه كان أيضاً ملحداً وكأنني أنا أيضاً ملحد وهذا النظم من النوع لأنه لا يستطيع التفكير أن هناك مشكلة أنه لا يستطيع التفكير بوجود عالم مختلف عن الدين أنهما هناك إما دين أو لا دين فلا يوجد حالة ثالثة وهذا الإنسان عندما يضيق على نفسه ويضع نفسه داخل إطار من هذا النوع يستحيل عليه بعد ذلك أن يعيش بشكل طبيعي أقولها فعلاً نحن كآنات لا تعيش بشكل طبيعي نحن نعيش خارج ذاتنا تخيلوا إنسان يعيش خارج ذاته يحاول أن يخرج ذاته يومياً يعيش بين الناس جميعاً لكنه يتحدث بطريقة لا تمثله بطريقة يجب أن تتساوق مع الآخرين أن بالضبط شخص يدخل إلى مسرح الكل يجب أن يرقصوا على إيقاع واحد وهذا الإيقاع يجب أن لا يشد عنه كل شخص فبالتالي تخيلوا أن ملايين الأشخاص يرقصون أو يتحركون بشكل أبسط بالنمط نفسه أنه أشبه بآلة جوفاء أو آلة مقرفة تتحرك بطريقة آلية يجب أن وكل حالة شاذة يجب رفضها هذا يخلق عوالم داخل هذا العالم بحيث أنه كل إنسان يتقوق على ذاته ويحاول أن يتخلص من هذه الذات التي تم سجنها وأتقالها داخلنا أنا من الناس الذين جربتوا لأتقال أتقال ذاتي أو نفيها أو تصفيتها عقلياً ودهنياً ويجب أن نتخلص من هذه المشكلة كل بؤمن هو شخص سحق ذاته وصار عليها ويفتخر بأنه سار عليها لماذا؟ لأنه يلاقي الترحيب من قبل الجماعة التي تعاقبه أن لم يفعل ذلك أن لم يفعل هذا يعتبر لك هذا ذاتك أنت يجب أن تسحقها وتسرعها بل وتدمرها تماماً وهكذا يعيش هذا الإنسان في حالة استلاب كاملة واختراب كاملة أسوأ بكثير من الاختراب الماركسي والذي تحدث عنه ماركس وأنجلس وأيضاً قبلهم فيورباخ من الاتهامات الأخرى التي توجه لي يقولون أنت تروج لفكرك وأقول لا أنا لا أروج لأي شيء بل من يروج هو هذا الذي يروج ليلة نهار في الشوارع في المساجد في المدارس في المواقع التواصل هؤلاء هم الذين يروجون ليلة نهار لخطابهم التافه الذي لا يسمح بالأحد بأن يناقشه ويجادله ومن الناس الذين يهتجون عليها الآن هو لماذا؟ لأنك تناقش لأنه يناقش هذا الترويج ويقول هناك ترويج بل الآن يأتي من أنتم يقول لنا أنت ترويج لشعر أنا لا أروج ولا أدعو ولا أبشر والفيديو الترحيب بالقناة هو الشعار الأول الذي أتحدث عنه هو أنني لا أروج ولا أبشر لست من هؤلاء الذين يبشرون ولا يحاولون أن ينشرون يعني يقدمون مشروعاً للآخرين لا أنا أفكر فقط فأنا فكر يفكر فهو مفكر أنا شخص مفكر لا أقول مفكر كبير ولا صغير إنما مفكر فقط من فعل فكرة لا أكثر ولا أقل هذه متعتي في الحياة ولا أريد أن يقال لي أنني أروج أنا أعرض أشياء لا أقول أنها صحيحة ومن يروج يقول لك أنا أروج لفكرتي وأعتبرها صحيحة وتقيقة جداً ولا يأتيها الباطل لا من قدام ولا من خلاف أنا لا أقول هذا الكلام فمن يروج هو دائماً صفة الأولى له دائماً يقول لك أنا صح وأنت خطأ وأي واحد يعترض على الصح الذي لديه هو خطأ فبالتالي هذا الشخص المروج هذا أول شخص يجب أن نتوقع منه ونبعده عن طريقنا وحياتنا لأن هذا الشخص سيقودنا إلى التهلك وهو هؤلاء المعروفون وطوال حياتنا وجدنا أمثالهم وطوال تاريخنا أيضاً هؤلاء كل من يقول لك أنا طريق صحيح وأنا الحق وأنا الكذا وأنا هؤلاء على الباطل وما إلى ذلك هذا هو الشخص الخطر ومن أمثالهم السيد القنيبي الذي ينضح كراهية لكل شيء لا يهوه ولا يأتي على مزاجه ينضح يشع كراهية لاحظوا كيف يمط شفتيه ويكاد يريد أن يأكل العالم أكلاً يريد أن لماذا يبدو من طفولتي تربى على هذا المنهج وتغلغل في ذاته وتماهى معه بحيث وصل إلى درجة من الإشباع التي لا يطيق فيها العالم إلا بالطريقة التي تم سلب ذاته عليها وعليه النقطة الرابعة أو الخامس النقطة الرابعة أنه أنا لا أقبل الشخص أن يصنفني بأي شكل بشكلة التصنيف هي هنا نحن عندما نصنف نلغي العالم نعتبر كما قلتنا ما أنت معي أو ضدي هذا المنهج لم يعد صالحاً كان في لحظة ما عبر التاريخ مهمة وصالحة لكن هذا الأمر يجب أن نتخلص منه تماماً وسأتحدث عن مسألة أساسية في الختام عن كيف لماذا يجب علينا أن نستأمل العقل ولا نستخدمه لهذا الذي يجب أن نستقطب العالم ونستقطب الأشياء ونستقطب الذهن ونستقطب كل شيء في حياتنا من أجل أن نسير على نهج الأولين أو القدماء أو الآباء الأوائل هذا أول دين الصحيح بالتعبير الديني أشاء هذا المسألة يجب أن ننتبه لها ورح أتحدث عنها في النهاية كما قلت سابعاً من يتهمني أو يطالبني بشيء أنا لاحظ أنها لا عليها نطبقها على نفسه أولاً هناك من يقول لي أنت لا تفهم بالتاريخ قل أولاً أنت أنت الذي أنك تتحدث عن نفسك هناك من يقول لي أنت لا تعرف شيئاً لا تعرف الدين ولسه مطلعاً على الدين ولا تفهم بالقرآن ولا بالتفسير ولا تعرف كذا بالحقيقة هذا الشخص هو الذي أدعوه تماماً إلى أن يفعل ما ينصح به الآخرين أمر آخر سابعاً أو ثامنة أنا لا أعرض موقف شخصي إنما أعرض مواقف فكرية وهي مواقف عامة من الشأن العام وهذا الأمر أنا لا أجبر أحد على الدخول إلى قناتي بدليل أنا ما طالع فيها مواقع أخرى أنا ما تشوفوني بالحرة طالع ولا بالعراقية ولا بالمصرية ولا بأي قناة ما تشوفوني بمكان آخر إلا هنا مرة أو مرة أنا طلعت في مكان آخر أما أن تجي تقول لي يا أبا أنت ليس تتحدث بهذه الطريقة بأي مناسبة بأي حق بأي حق أنا لم أطرق بابك ولم أغادر مكاني ولا تستطيع أن تتهموني بشيء على الإطلاق لا في تاريخي كله ما عندي أي ارتباط بأي شخص لا بدولة ولا بسلطة ولا بأي شيء على الإطلاق ولا تميت لحركة ولا ما لإلاقة بأي شيء فلا يستطيع أن ينال مني أحد بأي شكل من أشكال وأتحدى من يثمت العكس فبالتالي أكره كلمة التحدي لكن هي مهم هي هكذا أنا في حالي دائما ومصدر رزقي ومصدر عملي مختلف ما لا علاقة يعني زي الناس مصدر رزق خاص بي وانتهى الموضوع لكن عندما يأتي واحد يقول لي أنت تتحدث بهذه الطريقة وتلك وتنتهك العراف والتقاليد يقول لا أنا في مكاني ولم أدخل على أطرق باب أحد ولكني أرغب رغبت الوحيدة هي بأن أطرح أفكاري وأجد من يناقشها بطريقة يعني بطريقة موضوعية أما من يأتي ويقول لي أنت كذا وأنت كذا أقول لا تأتي هذا المكان ليس مكانك اذهب بعيدا وهناك مليون مكان يرحب بك ويرحب بأمثالك أما أنت تندلق علينا هنا فنحن نريد أن نتخلص منكم أنتم يعني حتى على هذا المكان الصغير البسيط تأتون وتدخلون يعني تلادون بالويل والثبور ما شبعتوا يعني ما شبعت ألم تشبعوا عنفا وتهديدا و إرعابا للناس وإقلاقا لهم وتشويها لهم وتجهيلا لهم ما شبعتم كفى 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 نريد أن نعيش بشكل سليم نريد أن نتصالح مع العالم أن لا ندخل في إصراعات لا نهاية لها كما يريد السيد قنيبي والسيد هيثم وعلاف الشيوخ والأمة هؤلاء ماذا يريدين يريدون الحرب المستمرة العنف المستمر لأنه لا قيمة له بوجود سلام لأن السلام صعب السلام يحتاج إلى عمل يحتاج إلى الشغل السلام الاجتماعي بين الناس ليس أمرا مرغوبا يفضح يكشف العيوب كلها أنت عندما تكون مسالما واضح واضح عليك أنت إنسان عندك مشاكل كثيرة وعليك معالجتها فماذا تفعل تغطيها بالانفعال بالضجيج بالعون فأنت كافر وأنت كذا وأنت كذا هذه القصة يجب أن تخلص منها وعليه فمن يدعوك إلى النصيحة ولا يدعوك إلى النصيحة لأنه يعني هو مهتم بك أنا أدخل بالقناة وأنا اللي لا أدعو أحد ويأتي ويقدمي نصيحة هذا يقول لي احتفظ بها لنفسك وهذه النصيحة ليست نزيهة وليست شريفة هدفها الإساءة وهدفها تبرئة الذات أو تبرئة ذمة المتدين من الآخرين يقول لي بعد ذلك عندما ينزل شيء ونحن قلنا لك وحذرناك ومعنا علاقة بك فليقتلوك فليصفوك فليفعلوا كما يشاءون هذه الطريقة اللئيمة والمنافقة والتي تدعي الخير هي بالحقيقة في قمة الشر وهي مصدر الشر الأساسي الذي ابتلينا به أقول هذه الآلية في التفكير يجب التخلص منها ومن ينشرها أيضا يجب استعمال العقل وليس استخدامه فماذا يعني بهذا الكلام من يستخدم العقل يعتاش على ما تعود عليه هذا العقل من غذاء جاهز لديه ونشعى عليه منذ الطفولة أما من يستعمل هذا العقل فيبتكر ويضطر إلى الابتكار ويضطر إلى استثمار هذا العقل في كل شيء يحدث معه أو حوله طوال الزمن الاستعمال يأتي من كلمة العمل ومن فعل يعمل من فعل يبحث من فعل يجتهد يثابر يتعب العمل لا يمكن أن يحدث أو يتحقق بدون هذا هذا الاستكشاف المستمر والبحث والاجتهاد وأيضا لا يمكن أن يتحقق العمل بدون تحقيق كل ما هو هادف لزيادة المعرفة والمعارف البشرية الشخصية على مستوى الشخصية ومستوى العام أما الاستخدام أو استخدام العقل فيشتق من فعل يخدم أو خدمه أي هو عبارة عن خدمة وتخديم وتخادم وبالوقت نفسه معناه استغلال واستعباد وكل ما هو كل ما يأتي ضمن معنى الاستغلال مع الاستعمال نحن نغوص في عالم وفي غيوم العالم والنفس ومحيطات التي لا حصر لها نستكشف عن طريق هذه الأدات الوحيدة التي توفرت لدينا وهي العقل نستكشف ما نحن فيه وما نحن عليه وما سنكون عليه أو ما كنا عليه أما مع الاستخدام أي استخدام العقل فنحن نرفض استعمال هذا العقل لإكتشاف ما نحن فيه بل جعله أداة لرفض كل ما ينسجم ما فيه فقط إنه أشبه بمن يستخدم مفتاحا لا يمكن أن يعمل إلا على قفل واحد فيقضي العمر مربوطا بهذا القفل أو القفل ويخشى الابتعاد عنه بالضبط مثل ذكرني مثل هذا الحيوان اللي يطلع بفيلم آيس إيتش خلي نشوفه هذا هو الحيوان اللي يقصده هذا اللي يعني لا يستطيع هذا يقضي العمر كله مربوط بهذا القفل ومجغول بحماية هذه الجوزة الأخيرة التي لا قيمة له إلا بوجودها المؤمن هو بهذا المعنى متطابق بالنسبة مئة بالمئة مع هذا السلوك هذا الحيوان وتصوراته وفهمة للعالم من حوله العالم من حوله لا شيء لا يهم لا جبال لا أحداث الواقع الأرض السماء كل شيء ما يهمه يهمه فقط هذه الجوزة أو الفكرة التي زرعت في رأسي وهذه الجوزة التي لا يجد لنفسه قيمة بدونها هو تماهى معها تماماً ويصبح أن أقصد المؤمن المتعصب لإيمانه هو بالضبط مثل هذا الكائن وهو فيلم كارتون يعني بكل أحوال التصور لكنه يمثل المؤمن أو ليس المؤمن فقط أي شخص أي شخص يتماهى مع قضية معينة أو فكرة معينة أو حال معين هو يصبح مثل هذا لا يستطيع الخلاص من ما تورط به وهذه علاقة بمفهوم الثابت الذي يتحدث عنه دائماً أن الإنسان دائماً يصر على أن يثبت نفسه في موقف من خلاله لكي يفهم العالم الذي حوله هو العالم حوله لا يفهمه لأنه يريد أن يفهم العالم لا لأنه يريد أن يتمسك بالنقطة التي تمسك بها والتي ثابت عليها واعتبرها هي الثابت الوحيد الذي لا ثابت بعده كل شيء متغير خطر مخيف ويجب التخلص منه هذا هو الذي يجعل الإنسان لا يستعمل العقل لكي يكتشف العالم إنما يستخدم العقل لكي يتخلص من العالم وربما يسيطر على العالم أو يغيره كما يشاء نعتبره هو الثابت النص يعادل أجوزة هذا الحيوان الذي رأيناه وهذا الحيوان هو نفس الفكرة يعني هذا الكائن هو متمسك بالنص لا يعرف شيء آخر لا يفهم أي شيء وعندما تحدث وتقول يا بها العالم إنه قدنا مشاكل فقر جوع مرض جهل بطالة تخلف يقول لك لا هذا تطبقون دنصائه ما هو دنصائه هو جوزة هذه جوزة طلعك من العالم لا يرى العالم لا ينظر للعالم هو متمسك بهذه جوزة يقول لك لا لأن هذه الجوزة تحلينا عنها لم نحافظ على هذه الجوزة نحن نحن شوهنا الجوزة نحن لا نفهم هذا لا ندرك ما معنى هذه الجوزة كل شيء موجود بهذه الجوزة في هذا النص اللغة هو لغة النص هو فقط لغة ويجب أن نتبع هذا اللغة لا تعرف هذا النص أين من يقرأه هو موجود لا تفكر هو مقدس هو صحيح الأخطاع الموجود لأننا أحنا لا نذهب إلى العالم لكي نكتشفه كما هو لا نذهب إلى الناس هذا النص الذي لا تعرف هو أين بالظهن ولا نجد اثنان متفاهما على معناه وفحواه لا يقرأ هنا الحل اذهب إلى الناس ستجد الحل هناك أما هذا العالم الذي نعيش بكله فيجب أن نتخلى عنه وكأنه غير موجود بهكذا كيف يمكن أن يتطور الإنسان أو المجتمعات أو كيف نبني الدول الدولة لا تقوم على ناس تقوم على واقع واقع تقوم على خطط على خطط مشتقة من الواقع وحاجاته وظروفه ومشاكله وهذا ليس ببعضنا اشكالات خطيرة جدا في حياتنا فعلينا نفهم المؤذرة الكبيرة التي نحن فيها بل الكارثة أو الوصمة العارة التي نحن عليها يأتيك بعد ذلك شخص يقول لك أنا أنصحك لوجه الله لأنك لا تفكر تفكر في قوايا بعيدة عن بعيدة عن الحق وبعيدة عن الإيمان وبعيدة عن الدين تقول له ما هو هذا الدين يقول لك هو موجود في الناس اذهب إلى الناس هو الذي سيعلمك سيقول لك ماذا يجب أن تفعل ولا يقول لك أن هذا النهر مزدود مثلا هل أذهب إلى الناس لكي أفتح النهر هل أذهب إلى الناس لكي أبني جسور هل أذهب إلى الناس لكي أعرف كيف أديم ألاقاتي مع الآخرين وكيف أنشر السلام والطمانينة يعني خلي المجتمع يعيش في جو متفاهم متسامح لا تذهب إلى النص يقول لك لا هذا المجتمع مرفوض لا يسير معي النص يقول لك لا نريد الناس يسيرون وفقا للنص وليس أن يسير الناس وفقا للواقع والظروف والحاجات الناس لا هذا غلط وهذا كفر وهذا إلحاد يعطيك القناة يقول لك لا كل شي غلط الناس الناس هو الوحيد شو إنسان إنسان شنو لأن هذا موجود بالواقع الإنسان هذا لا ما لقيمه هذا عبد فالناس اذهب إلى الناس لا تعرف وعندما تقول ما هو الناس يقول لك هو كذا وكذا وعندما اهدت أشكالات لا حدا يعرف ما هي الحقيقة وهي هو لغة مطاطة يعني مثل المتس مطاطة تجيبها هيك تجيبها بكيفك فكيف رح نتفق على النص ولماذا نتفق على النص أصلا فهذا مسألة أعتقد حتى لا طول الموضوع أعيد أختم وقول أنه يجب أن نتخلص المؤمن من هذه الجوزة جوزة العقيدة التي التي تحث على استخدام العقل وليس استعماله نحن يجب أن نستعمل عقلنا فيما هو فيما وجد لأجله يعني هو العقل وجد لماذا اللي هو يعني brain in action هو الدماغ في حالة عمل هو لهذا العقل فعلينا أن نستعمله ونستعمله في الطريقة الصحيحة أما من يستخدم العقل كمطية فيجب أن لا نترك له فرصة لأن يتسيد المشهد له نترك له مكان ومساحته الخاصة فليستمتع بها أما أن يخرج ويحاول أن يفرض علينا رأيه فقل له لا هذه الطريقة أدت إلى تخلف الأمم الأرض جميعا وبينما التفكير المختلف البحث استعمال العقل والفهم عبر عدوات الفهم والتأمل بتجرد الموضوعية فهذه المسألة هي التي طورت المجتمعات ونهضت بالأمم والشعوب وهذه المسألة لم تعد ترفا أو لم تعد عاملة تهديد لوهدة الأمة بالأكس صارت عامل قوة وعامل تضامن وعامل تعاون وتجدد وتطور ولا يمكن أن تنهض أي أمة بدون هذا العامل أختم وقول أنا لست ضمن أي أفق تصني يصنفني به الآخرون أنا من هو أنا فقط لا لست ملحدا ولا مؤمنا ولا علمانيا ولا أي شيء ولا مدعو لهذا وهذا السبب بني يتحدث عن هذا الشيء ويقول أنتم الملحدون كذا أنا لا علاقة لي بهذا الموضوع أطلاقا وهذه مشكلة بالنسبة إلي هاي مشكلته هو إذا ما يفهم يعني شو يسوي لنا شو عمله هو ما يفهم إلا أن هناك عالمان إما ملحدة أو كافة فهذه مشكلة يعني ملحدة أو مؤمن أنا ما لأ علاقة بها هاي مشكلته هو العالم أوسع بكثير من دماغ الضيق الضئيل الذي يجعل العالم مستقطبا إما لسالب أو الموجب استقطاب العالم أصبحت مسألة أعتبرها مخلة بالعقل وليس مخلة بالشرف مخلة بسلامة وعي عن الإنسان وكرامته وثقته بنفسه واحترام إلها ولإمكاناتها وقدراتها التي لا حدود لها شكرا جزيلا ومع السلام